السلام البنات نتمنى تكونوا على خير وبخير هاد النهار غنديروا واحد الفيديو ماكوزين غادي تدير البقولة غنشوفو طريقة تحضير ديالها سيفغي قليلة ملقناها عند العرب نموهيب نحيدو الشهوان تالبقولة غادي نبدعو ان شاء الله كما كتشوفو هنا قطعة البقولة قطعة الاقصبور ثومة الفول حيث غديرها مع الفول غادي تبدأ غادي تقوير الفول غادي تدير البقولة من فوقه تدير البقولة من الصغير عمليين ترجمة نصنع الملح 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 البرزن يجب ان تفور ونقوم بالمعنى يجب ان تفور يجب ان تفور الفل سوف نقوم بإضافة الشرمولة سوف نضيف الزيت سوف نضيف الزيت السودانية وفلح مرة والكامون الشرمولة على البناط المغربية سوف نضيف الزيت وحامضة مع السرم دعونا نضيف الزيت وقلتها وشرف العطرية سوف نضيف الزيت من غير الفول سوف نضيف الزيت سوف نضيف الزيت ونقوم بقولة سوف نضيف الزيت في الزيت هذه هي الملحة التي نضيفها لم يجب عليكم لديكم مش فيها صراحة اللاهجات كتش هي زوينة بزاف المهم البنات اللي ملقاوش اللي بقوهولا هنا فلوروب حنا لقناها اوض ممكن شي احوانة العرب كي يجابوها من اللي ملقاوش انا دا بيدي فاش ملقاوهاش اللي زبنا تشرملوها تشرملوها بقوهولا يعني لكترتو الحرور شرموها قصبورتو ما حاموض هذا كتجي بحالها شئ نهار غنزرها وابقتجيها معاكم المهم نتمنى يكون نعجبكم هاد هادرها غير يعني مقدمة يعني غنحطوه مع هالعشاء مالصراحة الله جات غزالة انا بالنسبة لي مكرهت انتعش بها غير هي المهم البنات الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة ومن هنا الفيديو اخر نتمنى تبقاوا على خير و بخير بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة